باب رفع الإمام يده في الاستسقاء باب رفع الإمام يده في الاستسقاء وهنا خص الدعاء بهذا لأنه أتى بالحديث قال حدثنا محمد بن بشار بندار استقاط الأزبات شيخ الأصحاب الكتب الستة وحدثنا يحيى عن سعيد القطان ومن استقاط الأزبات بل من أساطين المحدثين عليكم السلام وبركاته وابن أبي عدي مقرورا به عن سعيد سعيد هنا وسعيد بن أبي عروبة وسعيد بن أبي عروبة هو أوسق الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة هو أوسق الناس في قتادة عن سعيد بن أبي عروبة من ثقات وعن تغير لكنه أوسق الناس في قتادة عن قتادة وقتادة من نوادر حفاظ الدنيا من نوادر حفاظ الدنيا فخر الأهل الإسلام عن أنس بن مارك وأنس بن مارك من السبع المكترين عن النبي الأمين أنس بن مارك من السبع المكترين عن النبي الأمين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه يعني شوفوا كأن أنس هنا الآن نفى أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء والحق أنه لا يرفع يديه مادا يديها كذا إلى الأعالي حتى يرى بياض إبطيه قال في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإذا يرفع حتى يرى بياض إبطيه فشوفوا هنا قال باب رفع الإمام يده الباب الذي قبله كان رفع المأمومين أيديهم مع الإمام فهذا حديث أنس رضي الله عنه وإرضاه وهذا حديث أخرجه مسلم أيضا وأولا أن المراد الرفع البليغ يبقى مع ذلك أنه هنا النفي على الرفع البليغ أنه ما كان يرفع بهذه الهيئة إلا في الاستسقاء لأنه يستجدي لأنه يستسقي لأنه يطلب من الله جلال أفعله فيطمع من كرم الله جلال أفعله فيبين الفقر والفاقة والحاجة والاستكانة فيرفع يديه إلى الأعالي حتى يرى بياض إبطيه يستجلب الخير من السماء والله جلال يجيب له فهنا هذه الأصل في هذا الباب أن يرفع يديه قبل وجهه لما في الاستسقاء كان يرفعها إلى الأعالي يرفعها حتى يظهر ويمد بيده حتى يظهر بأرض إبطيه وقلنا بأنه قد يستدفع البلاء بأن يجعل بطون الأكف إلى الأرض والظهور إلى السماء وألحق بن القاسم في الودوانة موضع الدعاء منها الصفة والمرو وأن الجمرتين وبعرفاته والمشاء الحرام رفعاً خثيفاً أن يرفع ويرفع في كل دعاء يجعل باطن الكف إلى وجهه ويدعو لكن عندما يستسقي يرفع إلى الأعالي يرفع إلى الأعالي يرفع لبيان الاستكانة وانظر هنا هذا التبويب مع التبويب السابق في التبويب السابق قال بابه رفع الناس أيديهم مع الإمام وهنا كأنه قال لما قال مع الإمام هي يفهم ضمن أنه كان يرفع لكنه أراد أن يجعل الاستدلال على ذلك استقلالاً أراد أن يجعل وهذا من فقه البخاري حتى لا يعني رفع أي توهم أراد بذلك رفع أي توهم بأنه كان يرفع يرفع يديه الإمام كما أن المهم يرفع يديه فقال قال 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 باب رفع الإمام يده في الاستسقام وقولنا بأن هذا أيضاً فيه دلالة على أن الإنسان إن كان له مطلب عند ربه جل في علاه فعليه أن يرفع يديه إلى الأعالي يستجدي من ربه جل في علاه يظهر الفقر والفاقة والحاجة والاستكانة يرجو من الله أن يتقبل منه أن ينظر إليه بعين الرحمة فيقبله ولا يرده فنسى الله أن يتقبل منا دعائنا جميعاً الله مأمين هل فوائد يرفع عند بعض القنوط يرفع على الرجح أنه يرفع يديه لكن لا يرفع كما يرفع في الاستسقاء الاستقاء يرفع إلى الأعالي حتى يظهر بيض إبو طي الفوائد المسلمة من حسن الأدب إظهار الفقر والحاجة والاستكانة لله جل في علاه عند الدعاء من أسباب استجابة الدعاء المبالغة في إظهار الخضوع والتضرع لله جل في علاه المبالغة في إظهار الخضوع والتضرع والحاجة لله جل في علاه فعل النبي تشريع الفائدة الثالثة فعل النبي تشريع سبحانك اللهم وربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما